مؤتمر عن تولي الجهاز الوطني مهمة المنتخب الوطني وكله مطالب بالاستفاف حول الهدف الوطني للكرة المصرية نشوف هذا التقرير ومنه الفاصل ونرجع بعد الفاصل بكلام تاني مهم انا شايف ان خطوة موفقة ان يتولى الادارة الفنية جاهز فني مصري حاسس بنبض الشعب المصري وعارف اللعيب المصري وعارف ازاي خصوصا لما يكون بنتكلم عن قيمة كبيرة زي كابتن حسام حسن كلاعب وكمدير فني من حقه ومن حقه ان هو يتولى الخيادة الفنية وياخد فرصته وكل النجاحات اللي اتحققت للمنتخب كانت علاية المدربين الوطنيين طلش ننسر الكابتن محمود الجهري والكابتن حسن شحاته ان شاء الله يكون الكابتن حسام حسن استمرار لهذه المسيرة وانا بحس فيه كده انه ابن الكابتن محمود الجهري انا شايفاها ان هي خطوة مهمة جدا في التوقيت الحالي كل الجماهير المصرية مرحبة جدا بعودة المدير الفني الوطني ودي بالنسبة لنا حستنا بقريحية في التعامل كتير جدا حستنا ان ما فيش اطراف مختلفة مع بعضها بالعكس احنا كلنا طرف واحد كلنا هدف واحد اصعاد الجماهير المصرية رفعت المنتخب الوطني ودي اهم حاجة بالنسبة لنا عودة الجماهير المصرية تاني ان هي تلتف حوارين منتخب الوطني دي كانت حاجة كلنا متأثرين بعدم موجودها الفترة اللي فاتت وشايفنا ان هي اصرت بالسلب على منتخبنا الفترة اللي فاتت انا شايف الفرص كبيرة جدا جدا وان شاء الله بإذن الله كلنا مساندين لكابتالي حسام وكابتالي ابراهيم لفترة جاية كالتحاد مصر كرت القدم كجماهير المصرية ككمان اعلام ان احنا نساندوا في الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن لعودة الانجازات والتتويج ان شاء الله بإذن الله لمنتخب مصر ان شاء الله والله هي خطوة طبعا اكيد بالتأكيد ان كابتالي حسام وكابتالي ابراهيم بتحديد منتظرين انها بقالهم فترة طويلة كل يعني حلمهم ان هما يقودوا منتخب مصر في اي وقت ملوات الفرصة جات للتوأم على طبق من دهب في هذا التوقيت يعني كان الكل ما كان غير متوقع ان هما يكونوا موجودين في الفترة دي ولكن هي بقى يعني ربنا هو جاب التوقيت ده بالتحديد عشان يكونوا موجودين فيه عشان تحديهم كبار جدا التحدي اول طبعا الوصول لكأس العالم وبرتين طبعا اللي هيخاموا في شهر يونيو وبعد كده هيكون كأس العالم الأفريقية اللي تقوم في المغرب يعني الاتنين تحديين صعبين جدا فهمش اتكلم على دورة الامارات اللي هيشارك فيها منتخب تونس وخرواتيا ونيوزلاندا لكن دي موارات اعدادية كبتل حسام هيضم فيها لعيبة شوف فيها لعيبة جديدة شوف فيها وجهة نصر الفناف اللي اختارتها تكون عاملة ازاي هيكون فيه لعيبة شباب لعيبة منتخب الوليمبي لعيبة منتخب الشباب لعيبة منتخب 2005 هو هيكون ليه رؤية فيها هل هيكون المحترفين موجودين ولا لا في دورة تونس ده اللي هنعرفه برضو في الفترة الجاية يعني خلينا نقول على المستوى الشخصي بقى نبتدي احنا يعني اعلاميين وصحفيين لكن احنا في الاول في الاخر جمهور كرة انا واحد من الناس كنت بحلم كده نشوفه سام حسن على مقعد المدير الفني للمنتخب الوطني والحمد لله يعني تحس ان ربا ضررت النفاع زي ما بيتقال ظروف اللي حصلت للمنتخب والشكل اللي ظهر به والخروج اللي يعني نقدر نقول ان هو مش ما يلقش بمنتخب مصر من بطولة امم افريقيا الاخيرة كل الامور دي عجلت بقدوم الكابتن حسام المهمة صعبة ما خلينا نكون صرحة مع بعض يعني هو الراجل مش ساحر مش هيجا يدوس على الزرار هتلاقي منتخب مصر اتحول النهاردة الفيفا بيعلن تصنيف المنتخبات لشهر فبراير منتخبنا متراجع ثلاث مراكز منتخبنا مش في مكانة خالص يستحقها اعتقد ان المهمة هتكون صعبة لكن محتاجة صبر زي ما الراجل قال انا محتاج دعم الجميع بالفعل لو صبرنا على حسام حسن لو ما استعجلناش في اطلاق الاحكام ما وقفناش حطين المسدسات وراء ظهرنا ومستنين اي حاجة عشان نضرب الطلقة حسام حسن ان شاء الله اعتقد انه يكرر انجازات الجهري وحسن شحات حسام حسن مطلب جمهيري خلال الفترة اللي فاتت ديات كان فيه مطالبات بتعيين كابتن حسام حسن كابتن حسام حسن قيمة وقامة كبيرة لكرة المصرية كلعيب انجازات كتيرة جدا في الاندية او المنتخب سواء هو او كابتن ابريرم حسن وبالتالي حتى على المستوى التدريبي قاد عدد كبير من الاندية المصرية وعلى المستوى الدولي طبعا قاد منتخب الاردن وكان قدم شكل مميز في منتخب الاردن فبالتالي حتة اللي انت تستعين به كابتن حسام حسن خلاص هي كانت هتيجي سواء بعد سنة او سنتين او تلاتة كابتن حسام حسن يعني احنا تمنا له التوفيق خلال الفترة اللي جاية وهي مهمة صعبة جدا 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 والمهمة الاعلام اللي يدعمه خلينا نقول تجربة كابتن حسام البدري والكابتن اب جلال ما استمرتش بسبب ان كان في انتقاطات كبيرة جدا جدا فخلينا نقول عشان نقدر ندي للمدير الفن الوطني لازم نديله فرصته ما نستعجلش عليه ما نستعجلش عليه في الاداء اكيد الفترة اللي جاية هيعمل شكل جديد للمنتخب هيضم عناصر جديدة هيعمل ضخ دماء جديدة في المنتخب فالاداء ممكن ما يكونش على امارات في البداية واعتقد البطولة الجاية لبطولة الامارات اللي جاية ان شاء الله اللي هتلعب في الامارات ان شاء الله يعني هتبقى بداية خيل لمنتخبنا الوطن وبداية خيل لكابتن حسام حسن وكابتن حسام حسن كريمة وقامة كبيرة وان شاء الله نتمنى للتوفيق خلال الفترة اللي جاية